وبينما ودع العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة عمل الأطفال تشير إحصائيات عراقية إلى وجود نحو 900 ألف طفل منتخرط في سوق العمل بأسباب مختلفة أبرزها البطالة والفقر وآخرها التسرب من مقاعد الدراسة ومخاوف الشارع وقالت الناشطة في مجال حقوق الأطفال سعاد الحيالي أن أطفال العراق باتوا شيوخا لما يتعرضون لهم من عنف أسري وفقر وعوزة أفقدهم أجواء الطفولة مبكرا معطرهم إلى ترك الدراسة والتوجه إلى العمل من جانبه ذكر العضو السابق بمنفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي أن 13% من أطفال العراق انضموا مبكرا إلى عالم الأمية موضحا أن هذه الأحصائيات متغيرة وفقا للظروف المستجدة في إشارة إلى أمكانية زيادة الأعداد في سوق العمال والأمية